موسيقى الرابعة صباحا الواحدة بتوقيت جرينيتش موجز اخباري جديد يأتيكم من القاهرة اهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار في تطوير قطاع القهرباء والحفاظ على النجاحات التي تحققت في هذا الصدد على مدار السنوات الماضية والبناء عليها هذا واضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار احمد فهمي ان الرئيس السيسي وجه خلال اجتماعيه مع رئيس الوزراء ووزير القهرباء بمواصلة الارتقاء بجودة الخدمة القهربائية المقدمة للمواطنين الى جانب تعزيز مشروعات الربط القهربائي مع دول الجوار بهدف تحقيق الاستفادة الاقتصادية المتبادلة شاركت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية في حفل عقد قران وزفاف ولي العهد الاردني الامير الحسين بن عبدالله في العاصمة الاردنية عمان وكان في استقبال السيدة انتصار السيسي لدى وصولها الى العاصمة الاردنية عمان الملك عبدالله الثاني وقرينته الملكة رانيا اعلنت السعودية والولايات المتحدة تعليق محادثات جدة بين الجيش السوداني والدعم السريع وعبرت عن قلقهم البالغ ايزاء الانتهاكات الجسيمة لوقف اطلاق النار هذا واشار الجانبان في بيان اوردته الخارجية السعودية الى ان الانتهاكات اضرت بالمدنيين والشعب السوداني واعاقت ايصال المساعدات الانسانية وعودة الخدمات الانسانية موضحة انه بمجرد ان تتضح جدية الاطراف فعليا بشأن الانتثال لوقف اطلاق النار فان البلدين على استعداد لاستئناف المناقشات المعلقة لايجاد حل تفاوضي لهذه الاشتباكات قال المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفن دجاريك ان المنظمة قلقة بشأن الطباط المستمر في تنفيذ اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الاسود والمبرم بين روسيا واوكرانيا وفي تصرحات له اشار دجاريك الى ان 33 سفينة غادرت الموانئ الاوكرانية في مايو الماضي وذلك اقل من نصف عدد السفن في ابريل موضحا ان الامم المتحدة ستتواصل مع الطرفين في مسعى لتنفيذ الاتفاق بشكل كامل قالت الولايات المتحدة انها ستتوقف عن انداد روسيا ببعض المعلومات المطلوبة بموجب معاهدة ستارت الجديدة للحد من الاسلحة بما في ذلك تلقى الخاصة بمواقع الصواريخ والقاذفات للرد على ما وصفته بانتهاكات موسكو المستمرة للمعاهدة وذكرت وزارة الخارجية ان الولايات المتحدة ستتوقف ايضا عن تزويد روسيا بمعلومات عن عمليات اطلاق الصواريخ الباليستية الامريكية العابرة للقارات والصواريخ التي تطلق من الغواصات قال الامين العام لحلف شمال الاطلسي يانس سولتنبرغ ان الحلف سيواصل دعم اوكرانيا لضمان ان لا يعيد التاريخ نفسه بمجرد انتهاء الازمة واضف الامين العام انه لا يمكن جعل اوكرانيا عضوا كاملا في النيتو حاليا ولكن في نفس الوقت هناك حاجة الى الاستعداد لما سيحدث عندما تنتهي الازمة هذا واضح الامين العام ان الرئيس روسي فلاديمير بوتين اخطأ بالتقليل من شأن اوكرانيا وحلف النيتو مؤكدا ان الحلف لا يزال ملتزما بدعم اوكرانيا مهما استغرق الامر طالب الرئيس الفرنسي امانويل ماكرو والمستشار الالماني لاف شولس بتنظيم انتخابات جديدة في البلديات المتنازع عليها في شمال كوسفو الذي شهد مواجهات مؤخرا وقال ماكرو في ختام اجتماع ربعي مع رئيسي سربيا وكوسفو انه تم مطالبة الطرفين بتنظيم انتخابات جديدة في هذه البلديات الاربع في اقرب وقت مع التزام من كوسفو ومشاركة في هذه الانتخابات بشكل واضح من جانب السرب فيما قالت رئيسة كوسفو ان بلادها مستعدة لاجراء انتخابات محلية جديدة في شمال البلاد مشاهدين بهذا نكون قد وصلنا لختام الموجز ولمزيدنا من الاخبار يمكنكم دوما تحميل تطبيق اكسترا نيوز من خلال ابل ستوري او جوجل بلاي او من خلال الكيو ار كود الظاهر على الشاشة اشكركم على طيب المتابعة تقبلوا تحياتي اسراء العقاد الى اللقاء اشتركوا في القناة